أطلقت مؤسسة حياة كريمة خامس جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قرى الريف بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية بدأتها المؤسسة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرات الرئاسية حياة كريمة أقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والتي سوف يتم البدء في العمل فيها قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة ما حدث في الأمطرة الشر من بنية تحتية ومن مجمعات خدمية ومن شبكة كهرباء ومن جميع المبادرات الرئاسية التي تمت على أرض الواقع في المرحلة الأولى عشان نقول أن المرحلة الأولى تمت حتى الآن بنسبة إنجاز تعدد الخمسة وتسعين في المية جايين النهاردة نسمع أهلينة إن شاء الله عشان هتبدأ المرحلة الثانية داخل مركز ومدينة القنطرة غرب جايين نشوف مشاكل أهلينة في هذه القرية طبقا لتوجيهات تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن نكون وسط أهلنا ده الحوار المجتمع الخامس التي تقيمه حياة كريمة جايين عشان نسمع جايين عشان نشوف مشاكل الناس عشان يتم عرض هذه المشاكل على الكهات السياسية واللي هيشوفه صح في المرحلة التانية هيتم إدراجه لأن صوت أهلين أهلين قبل كده كان بقولوا صوتنا ما بيوصل شيء لأ صوتكو بيوصل لمؤسسة الرئاسة النهاردة حياة كريمة جاية تسمع مشاكلكو جاية تشوف المشاكل وبتحطها في علا اعتبار